السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلاب وطالبات الصف الثالث الاتدائي اهلا ومرحبا بكم في قناتكم في قناة حراء التعليمية النهاردة ما عدنا مع درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية الدرس الرابع من لو ما حيات من حياة خلفاء الرشدين الوحدة الاولى اول حاجة في الدرس اولاد بيقول لي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق المسلمون على ضرورة تعيين خليفة له طيب تعالوا نعرف اولاد ما المقصود بالخلافة الخلافة هو نظام اسلامي ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لاختيار من يتولى الحكم اول خلافاء الرشدون هو الخليفة ابو بكر الصديق واول سؤال بيقول لي بما تفسر اختيار ابو بكر الصديق خليفة للمسلمين ليه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تم اختيار ابو بكر الصديق هو خليفة للمسلمين طبعا اولاد لانه اول من اسلم من الرجال ثانيا هو شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته ثلاثة جعله الرسول صلى الله عليه وسلم اماما للمسلمين في الصلاة عندما اشتد مرض الرسول وهنا حلاحز اولاد ان تولى ابو بكر الصديق الخلافة من 11 هجرية الى 13 هجرية تعالوا مع بعض اهم حاجة في الدرس بقى هنتكلم عن اهم اعمال الخليفة ابو بكر الصديق اول حاجة اول واهم اعمال الخليفة ابو بكر الصديق هو ارسال جيش اسامة ابن زيد للشام طب ليه لالاجراء دوت تم اتخاذه من قبل الخليفة ابو بكر الصديق ويجي لي في الامتحان سؤال يقول لي بما تفسر ارسال ابو بكر جيش اسامة ابن زيد الى بلاد الشام طبعا أولاد الإجابة لمحاربة الروم وتأمين الدولة الإسلامية في الوقت دو كان الروم قوة تسبب مخاطر للدولة الإسلامية فأرسل أبي بكر الصديق جيش بقيادة أسامة بن زيد لمحاربة الروم وتأمين حدود الدولة الإسلامية طيب حنشوف عمل تاني من أعمال أبو بكر الصديق محاربة المرتدين لازم نعرف الأول لاولاد ما المقصود بالمرتدين المرتدين دول هم قبائل ارتدت عن الإسلام ارتدت عن الإسلام يعني خرجت عن الإسلام ورفضت دفع الزكاة بعد وفاة الرسول ومنهم من ادعى النبوة طيب لو جلنا هنا سؤال ما النتائج المترطبة على حروب المرتدين طبعا أدى إلى نجاح الجيوش الإسلامية في محاربتهم وعادوا إلى الإسلام مرة تانية من أهم عمال برضو أبي بكر الصديق هو جمع الكرآن الكريم طبعا هتجي تقول لي طب ليه مستر ليه أبي بكر الصديق أمر بجمع الكرآن الكريم طيب في الامتحان يجي يقول لي أمر أبي بكر الصديق زيد ابن سابت بجمع الكرآن الكريم قال لي ده كان بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة الكرآن الكريم في حروب المرتدين خد بالك في حروب المرتدين تم استشهاد عدد كبير من حفظة الكرآن الكريم فأبو بكر الصديق خاف على الكرآن الكريم من الضياح أو النسيان فأمر زيد ابن سابت أحد كتبت الكرآن بجمع الكرآن في صحائف عشان ما يخاف عليه من النسيان أو الضيوع طيب أولاد ورابع عمل من أعمال الخليفة أبو بقر الصديق الفتحات الإسلامية هنعفنا ونسأل سؤال بما تفسر قيام أبو بقر الصديق بإرسال الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية وده طبعاً أولاد لنشر الإسلام ويبدأ أنه يأمن حدود الدولة الإسلامية من الأخطار بعد كده هنوصل له وفاة أبو بقر الصديق توفى أبو بقر الصديق عام 13 هجرياً عن عمر يناهز 63 عاماً وده كده بينتهي خلافة أبو بقر الصديق تعالي أولاد نشوف الخليفة الثاني عند النهاردة من الخلفاء الراشدين هو الخليفة عمر بن الخطاب تولى عمر بن الخطاب الخلافة من 13 هجرية إلى 23 هجرية وعن نتعرف مع بعض زي ما احنا متعودين أهم أعمال الخليفة عمر بن الخطاب وأول حاجة عندي وضع التقويم الهجري حنشوف أنه وضع عمر بن الخطاب التقويم الهجري والتقويم الهجري أولاد اللي انت بتكتبه في التاريخ بتاعك ده بيبدأ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومن أهم أعمال برضو الخليفة عمر بن الخطاب هو استكمال الفتحات الإسلامية التي بدأها الخليفة أبي بكر الصديق طيب استكمل عمر بن الخطاب الفتحات الإسلامية التي بدأت في عهد أبي بكر الصديق حيث قام بفتح كل من بلاد العراق والشام وبلاد فارس وكذلك مصر ده أهم الفتحات الإسلامية اللي تمت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب طبعا أربع أماكن من أهم الأماكن الموجودة في الوطن العربي وهي بلاد العراق والشام وبلاد فارس ومصر كل الدول دي تم دمها إلى الخلافة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب عندي عمل تاني أولاد من أعمال الخليفة عمر بن الخطاب إنشاء الدواوين بيقولنا أن أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب الدواوين مثل ديوان الجند وديوان بيت المال أخيرا مع استشهاد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقولي استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام تلاتة وعشرين هجريا تم استشهاد الخليفة عمر الخطاب في عام تلاتة وعشرين هجريا هنوصل مع بعض أولاد لسؤال المتفوقين بما تفسر أمر أبي بكر الصديق زيد بن سابت بجمع الكرآن الكريم منتظرين إجابتكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر